تابع مع زملائنا عبر فتح الدقيشي وهند فوزي التقرير التالي من سوهاج وفضيلة الشيخ عبد العاطي مزيد مدير إدارة أوقاف سوهاج وأعضا هيئة التدريس وعدد كبير من الطالبات الندوة للأسس الشرعية لاختيار الزوج الصالح نظمها وقدمها أسادة القسم الفقر المقارن حقيقة موضوع مهم موضوع مجتمعي يخص كل أسرة وكل مجتمع الأسس الشرعية لاختيار الزوج الصالح إذا فعلا أولياء الأمور أو الأسر ركزت على الأسس الشرعية من خلال الضوابط الشرعية من الكتاب والسنة من حيث مثلا للسمعة الطيبة للعائلة من حيث اختيار الزوج الصالح القادر على كسب المال من الحلال من حيث الكفاءة في كل شيء من الأسس الشرعية التي أهم حاجة الدين والأخلاء صراحة بهذا ينصالح المجتمع بالكلية بتقدم ندوات كثيرة ليس في مجال مثلا الأسرة وغير ذلك وإنما حتى في مجال العقيدة لتنشر الفكر الوسطي بين طالبات الكلية ومن خلال طالبات الكلية طالبات الكلية لابنا في دماء أسرهم ومن خلال هذا يشيع الفكر الوسطي يعني مثلا عندنا ندوى إن شاء الله عن التطرف والإنحاد وأسبابه وطرق علاجه إن شاء الله عندنا بعد كده ندوى عن التكثير برضو أسباب وطرق علاجه الكلية عمل خطة بتغطي بها كل الأنشطة على أساس تنقل الطالبة من محك المعلومات يعني ليس هذا مكان لتلقي المعلومات وإنما تنمي فيهم إن يكون عندهم مهارات ينقلوها الأسرهم وبالتالي يعني هذه البنت أو هذه الطالبة هي اللي بنا في بناء في بناء المجتمع فيما بعد بشكر كلية على مشروطها العظيم الذي قام به من الندوى وهي الندوى التصريبية بعنوان من الأسس السديدة التي يقوم عليها اختيار الزوج الصالح وبشكرهم جدا على معنى مشروطهم العظيم من أسس اللي هم يعني اخترون المداء يعني مؤمن أنهم يحتاج لهذه الندوى الأساسين من الناس بسرد يعني بسرد بسرد المشاكل التي ظهرت في المجتمع في المجتمع المشكلة مؤخرة من المشكلات السلبية فأنا بشكرها من هي اهتلت بهذا العنوان كلية ما مش بس بتهتم بالنشاء التعليمية بس بتهتم كمان بالندوات الصفافية بشكرهم جدا شرفت اليوم بحضور الندوة بدعوة كريمة من كلية الدراسات الإسلامية عن اختيار الزوج والحقيقة دي مش أول يعني مرة الكلية بتهتم بالشؤون الاجتماعية لأن اختيار الزوج من الحاجات المهمة والأساسية في تكوين الأسرة والأسرة هي اللبنة المجتمع والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من جاء كومنتر ضونا ديني فزوجوه فبناء على ده الاختيار الأمثل والزوج المناسب هتتبني الأسرة وتكون كويسة والمجتمع كله حينهض بما أن كلية الدراسات الإجتماعية نوى أو مشعل من مشاعل التعليم في المجتمع أو في المجتمع الصهاجي ولها دور بارز ومنارة للعلم في حاجات كتير فهي بتنور البنات الشابات المقبلات على الزواج وبتفهمهم وتوعيهم لاختيار الزوج المناسب وبتجعل كل واحدة منهم سفيرة لأسرتها والأهلها إزاي تختار الزوج اللي هي وبناء عليها تقوم حياتها فيما بعد ومستقبلها اللي جاي الندوى أكدت أن الاختيار الصحيح للزوج يبن يكون مبنيا على أسس علمية وأخلاقية متينة بعيدا عن التسرع في اتخاذ القرار ويبن يكون هناك تكافؤ في المستوى الديني والأخلاقي وتقارب في المستوى الفكري والوعي الثقافي والتقارب في المستوى الاجتماعي والمادي بين الزوجين والتوافق في البيئة التي كان يعيش فيها الزوجين حتى تسود الطمأنينة والاستقرار والمودة والرحمة بين الزوجين بعدما حضرتكم أعزائي المشاهدين فعاليات الندوى التسقفية التي نظمتها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة السهاجة حول الأسس الشرعية لاختيار الزوجة كنا معكم هند فوزي وهذه تحياتي عبد الفتاح الدقيشي لقناة طيبة ترجمة نانسي قنقر